يزيد فاكر يزيد بنحسب مساحة الدائرة ازاي حبيبي مساحة الدائرة اهه فاكر ولا اذكرك لا ما اذكر طيب طيب يعني انت خدتها بالعربي ولا خدت يعني درست الريضيات بالعربي ولا بالانجليزي بالعربي بالعربي تمام هي يعني احنا خفزينها من احنا صغيرين طه نق تربيع الطه اللي هي اما بكون 22 على 7 او 3.14 والنق اللي هو نص الكتر يعني ده الكتر كامل ونص الكتر اللي هو بيقولوا عليه بالانجليزي اللي هو من نص الدائرة لحد طرف الدائرة هنا هو ده نص الكتر فده اللي هو النق ماشي فيبقى هناخد هنرفع النق او نص الكتر ده لاثنين لقص اثنين تمام هو دي طريقة حساب اللي هو المساحة بتاعت الدائرة بص كده انا هعمل ايه هقول له public static تمام واقول له اه دبل هيرجع لي دبل ماشي واقول له calculate circle وممكن اعمل كده الري وديله حاجة اديله مدخل ايه المدخل اللي ممكن دخلهله في رأيك يا زيد ودلوقتي انا عايز اعمل ميسود عايز اعمل ميسود اديها مدخلات تطلع لي تحسب لي مساحة الدائرة الطه دي سبتة يا زيد صح يعني دي موجودة في اي دائرة صح جميل بص المعادلة الطه نق تربيع دي بالانجليزي هي الطه ماشي والنق تربيع ده اللي هو ار اتنين اللي هو ريدياس او نص القطر بص كده انا هكتب هكتب الكلام ده هنا كده باللون الاخضر يبقى بتساوي باي اللي هي اللي هي اللي هي دي ماشي مضروبة او بلاش اه نقول مضروبة في في ريدياس وممكن نقول اه ممكن نقضربها تاني في ريدياس بدلا ما نقول مرفوعة طيب لو انا ديته هنا ريدياس ار او ار اي دي مسلا بالمنزر ده كده وقلت له ريتيرن اريا بالمنزر ده كده ورحت اقايله انت فاهم حاجة يا زين من اللي انا بكتبه اه دعا باسم اي انا سب اثنين اعبد اللي هي طانق بي صح نعم حبيبي اثنين عشر على السبعة اللي هي او 3.4 ممكن اشيل دي كده واكتب 3.14 كده ممكن في ناس كبتاخدها في الرياضيات اثنين وعشر على سبعة او في ناس بتاخدها 3.14 طيب دلوقتي انا لو عايز اجمع المساحة اكتب ايه يا زين اكتب هنا ايه في السطر 64 360 360 ايه 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 ماشي يا زيد ما هو هي دي طريقة الحساب يا زيد انا انا كتبتها هنا حبيبي يعني طريقة حساب المساحة الدايرة هي الباي اللي هو دي مضروبة في الريديس اللي هو النص الكتر طيب بصي ايه انت فاكر ده ده الكتر بتاعة الدايرة فاكر يعني الكتر بتاعة الدايرة لا الكتر الدايرة اللي هو الوقت انت لو عندك دايرة عايز ترسمها ما تقدرش ترسمها من غير ما تعرف المسافة من النقطة دي المسافة من النقطة دي كده للنقطة دي كده لازم تعرف المسافة ما بينهم عشان تقدر ترسم الدايرة المسافة دي اللي هي نص اللي هي الكتر كامل هي هي هنا يعني دي كده هي هي دي ما هو الدايرة هتبقى دايرة ازاي ازا ما كانش الكتر واحد في جميع يعني لو رسمت الكتر ده كده من هنا الهنا هتلاقيه برضو بيساوي من هنا الهنا ومن هنا الهنا هل ده واضحة بالنسبة لك ولا ما أخذتها خالص هي نسية يعني ما أرى طيب أنا هسألك سؤال لو أنا عايز أجمع لو قلتلك إن معادلة حساب الدايرة مساحة الدايرة بالمنظر ده كده تقدر تقولي نكتبها ازاي هنا في السطر 64 يعني هي دي المعادلة هي البي وهي البي مضروبة في الريدياس مضروبة في الريدياس مرة تانية ازاي نقدر نكتب الكلام ده في سطر 64 وستين صعبة طيب بس انت عملت أصعب من كده يا زيت يعني أنا لو عملت كلمة اه ادي الريدياس انا دخلته هنا كمدخل لو ضربته انا انا بحسب برفع حاجة للقص ازاي مش احنا حفظين ليه الماس دوت باور دي يعني الحتة دي مش مفهومة ده لا تمام ولما ضربت لما ضربت الريدياس في الريدياس اهو دي هو ده رفعت الريدياس لقص اتنين هو هو نفس اللي انا كتبته هل ده في مشكلة بالنسبة لك لا علي مفهومة بس اه ما انت عارف ايه حبيبي الريدياس من الريدياس ده انت هيبقى مدخن يعني هتروح جايب ده كده اه اوكي ما هو ده بقى متغير هو انت هو انت لما بتعمل حاجة تحسيب لك الريدياس او بتحسيب لك مساحة الدايرة انت بتكون عارف مسبقا الريدياس ده هيكون كام لا ممكن واحد يدخل الريدياس بعشرة وممكن واحد يدخله بمية وممكن واحد يدخله بمتين فاحنا بنعمل الميسود عشان تتحلي اننا اننا اقدر اطبع اقدر احسب حساب اللي هو مساحة الدايرة ايا كان بقى المدخل بتاع المستخدم يعني بص كده سيركل اريا اروح كاتب ذائد او ممكن اقول ايه او دابل ايه بتساوي اروح حاطة كده وروح حاطة الريدياس عشرة هنا كده اول ما حط عشرة وارح طابع هنا ايه ماشي طيب بص كده لو انا كتبت مش دي الارية انا حسبت هنا الارية وبعد ما حسبتها رجعتها رجعتها لللي منادي على الفونكش طيب اعتقد الصعوبة عندك هنا اعتقد والله اعلم system dot out dot print line هنقول radius of the circle is واروح عمل زائد وكاتب الارية هل السطر مفهوم ايه طيب ماشي اول الحقيقة انا مفهود اكتب هنا كلمة radius ماشي وعايز اقول نسجل area double area طيب ثانية واحد يعني ان تقصد تقصد نسي and area is خليني اشيل دا خالص طيب انا ناسي حاجة تذكرني بيا ممكن رسان red لا تاني علي صوتك يا زيد وقول لي اغير فين بالظبط يا زيد اغير مادري طيب ماشي بس خليني اسألك سؤال تاني هنا يا زيد هنا السطر دا في صعوبة اه اه لا هو يطبع من الاتباعة عادية الاتباعة عادية صح كده طيب ماشي خلينا نرن ونشوف نتفرج هو هينادي صح ولا مش هينادي صح طلعني error فين error يا زيد اه فيه غلط هنا ماشي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ببسي في هذا orange حتى يش嚴 اشترك او حتى اشترك 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 يعني انا ديته هنا انا نديت على الميسود وديتها مدخل عشرة وجوه الميسود نفسها خلته يطبع لي يأكد لي ان اللي انا دخلته عشرة هو قدر يشوفه جوه الميسود عشرة برضه وبناء على عشرة دي هو حسب الحزب بتاعته وطلع لي الاريا 314 وانا خدت تاني كتبت السيرك الاريا هنا كده هو السطر ده هو اللي طبع لي قال لي الاريا اللي انت حسبت الاريا بتاعت الدايرة اللي الريديس بتاعها عشرة ايه مساحتها كده 314 هل دي فيها لغبطة برضه انا حاس انها لسه فيها لغبطة صح لسه فيها سوية طيب موسي يا زين هو عموما لو انت ممارستش بأديك يعني يعني مهما انا حاول اشرح يعني مش هيحصل هضم انا فاهم ان الموضوع جديد وصعب انا فاهم ده بس في النهاية كل ما انت الطبق بأديك اكتر كل ما يحصل زيادة في الفهم اكتر مش هتحصل مرة واحدة يعني مش هتلاقي نفسك فجأة فاهم لا تهيحصل مرة وراء تاني تمام حبيبي طيب طيب ايه اللي هيحصل يا زين لو انت مطبقتش واحنا خلصنا الدرس بتاعنا وخلاص ما بقناش ناخد درس خالص وانت نسيت الكلام ده وجيت تاخده في الجامعة هتلاقي نفسك بتبتدي من السفر خرفيا كأنك ماخدتش الكلام ده نهائي وهتلاقي فيه صعوبة لانه خد بالك من حاجة انه انا هنا يعني ماشي بسرعتك انت بس في الجامعة الراجل مش هيمشي بسرعة اي طالب هو هيشرح وفي بعض الدكاترة هتوقف تستنى وتسأل الطلبة وفيه ناس مش هتهتم خالص انت فاهم او مش فاهم دي مشكلة على حسب الدكتور وعلى حسب طريقته كل واحد بطريقة مختلفة ماشي بس انا هنا هقعد افكر مرة واثنين وثلاثة ازاي اخليك تفهم وازاي اغلي مستواك كل حص بس الكلام ده في الغالب مش بيحصل في الجامعة ولو بيحصل ما كانش جالي طلبة من ماجستير وحتى جامعات يدرسوا عندي او يطلبوا ان انا اسعيدوا ده الكلام ده بيحصل عندك هتلاقيه في السعودية وهتلاقيه بيحصل في امريكا لان الطلبة اللي بيجيلي برضو امريكا يعني احيان بيبقوا طلبوا عرب مبتعسين بيدرسوا هناك واحيان طلبة مش عرب خل فالكلام ده مش بيحصل عندك انت بس ده بيحصل في كله تمام ايه فعلا هو ما عنده وقت هو ما عنده وقت هو مطلوب منه يخلص المنهك بسرعة انت فهمت ما فهمتش انت مشكلتك فانا انا عايشة كده بقولك انه يعني انا هنا فرصة بحاول ابسط لك على قدر الامكان بس مطلوب من ناحيتك ان انت تطبق طيب لو انت ما فهمتش ورجعت وقلت لعيد انا ما عندهش مشكلة انه نعيد بس محتاج تطبق يعني يعني دي انا مش قادر يعني اقول ماذا اهميتها عاملة ازاي انا بحاول على قدر الامكان اوضح لك اهميتها محتاج تطبق يعني الوالدة يعني ربنا يزيدها وينحنها ما قصرتش يعني هي حاولت وشرحت لي بأني طريقة واعتقد انها بذلة مجهود كبير يعني بس انت محتاج من ناحيتك ان انت ما تضيعش مجهودها هي على الارض لانك يا يزيد يعني ربنا ديها هي طولة العمر لما لما انت بتخرج من من برى البيت وتبتدي تاخد يعني تسعى على على الرزق بتاعك وتشتغل فعدم وجود مساعدة من الاب والام بتلاقي نفسك بتتخبط لو انت مش قول فانت استغل الفرصة يا يزيد انه في حد هنا بيحاول يساعدك وحاول تطبق ده رأيي انا ما عنديش مشكلة ان الموضوع صعب انا مقتنع تماما وعارف ان انت خضراتك عالية مش قليلة هي بس مشكلتك الوحيدة ان انت مش بتطبق وده يعني مش مشكلة انت مش مشكلتك انت كشخص ده مشكلة اغرب الشباب بس يعني في النهاية انت حتتنافس مع الشباب دول في سوق العمل في عشر وظايف احسن عشر طلاب او احسن عشر خريجين من الجامعات هم اللي هيشغلوا العشر وظايف دول والبقاء هيقعد في البيت فصحيح انا دليتك على طريق انه يعني ازاي تكسب بعلاقات بس في النهاية اذا ما انت ما عندكش قدرات تنفذ المطلوب من الموظيفة مش هتقعد فيها حدش هيدفعلك فلوس وانت ما بتعملش حاجة ولو ده فعلك خدفلوس عشان وانت ما بتعملش حاجة هيدفعلك فلوس قليلة يعني عمر ما الموظيفة هترتقي بيك وهيدك مبالك كبير فهمت حاجة من انا بقوله يا زيد انا عزرا ان انا كنت ان كنت بقى زيد وعيد في نفس المضوع بس يعني بحاول على قدر امكان يعني اخذ بالاسباب واتقي الله فيك ماشي يا زيد اه كمان تمام طيب جميل جدا طيب السيركل دي الكالكوليت السيركل دي هل انت ممكن تعد تكتبها للوقت قدامي ولا صعب ولا فيها صعوبة انت تكتبها للوقت قدامي انا بعيد المقطع بعد ما نخلص وقال لها يعني كواجب يعني طيب ماشي انتفقنا جميل اوكي طبعا انا مدرك ان الصيام بالنسبة لك اكيد يعني انا ملاحظ ان حاجة من اتنين يا اما انت مش نايم كويس طح يا زيد انت كنت في الجامعة النهاردة اه لا اوكي طيب اه 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 انت طبيعي بتسحى كامية يا زيد من النوم ده انا صحي جديد بس اني اه تمام انا حاسس ان انت ممكن مش مركز 100% النهاردة صح يعني شوية طيب خير طيب بص يا زيد اه عشان نتكلم ونشرح نقول ازاي نتعامل مع نتائج المباريات اللي احنا شفناها نتائج المباريات دي متخزينة بحاجة الحاجة دي اسمها list او اسمها قري عشان نقدر نخزن النتائج 30 مباراة ماينفعش نكتب 30 متغير كتير قوي فهم في طريقة نخزن بيها معلومات كتير قوي ليس لها اول من اخر بحاجة اسمها القري هندرس القري بس قبل ما ندرس القري هشرح لك حاجة متعلقة بالنصوص النصوص هي النص الحاجة اللي بنحطها ما بين double cutation ماشي خلي اشرح لك من غير دخول في تفاصيل كتير هناخد بس الجزء اللي يخلينا نفهم ازاي نتعامل مع النتائج المباراة ماشي بص بص كده يزيد بص السطر ده كده سيبك من السطر ده ما تبص عليه خالص مش مشكلة ده انا عايزك تبص على السطرين دور هل فاهم السطرين دور بيعملوا ايه سطرين ايه لا مش ايه لا لا سيبك من دي سيبك من دي خالص انا عايزك تبص على دور سطرين بي و سطرين سي ايه النص بي يطبع طيب بس خبالك هو هنا مش بيطبع تفضل حبيبي تفضل لا انا عادي يطبع هو يسجل يعني النص اللي هو جون سميث يخزنه في سبي صحيح صحيح تمام وهنا جون سميث يخزنه في سبي بقى تمام بس بس لاحظ هنا انه حط جون لوحدها و سميث لوحدها وحط ما بينهم مسافة الطريقة دي عن طريق الزائد ماشي ايه جميل قاله نفسه جون مسافة سميث بالزبط كده بالزبط ممتاز ممتاز اوكي انا عايزة اوضح لك حاجة بقى لما بيكون عندي سترينج متخزنة بالطريقة دي يا زيت اه 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 اعوذة مشوار رجيم احنا نقدر اه نتعامل مع كل حرف هنا في النص بالطريقة اللي انا هوضحها لها كل حرف ليه رقم بيميزه يعني المكان بتاعه ليه رقم اول حرف المكان بتاعه سفر وتاني حرف المكان بتاعه واحد طب ليه بنبتدي من السفر عشان الكمبيوتر عندي اي لكل اللغات البرمجة بتبتدي العد من السفر ومش من الواحد ماشي طيب انت ممكن تأدي لي هنا كم هنقفل يزيد ونفتح تاني هنقفل